موسيقى 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 اشتقي جاف اطام مشروع ادميطا اللي دعماته لاجي ازاد بشاركة مع جمعة الطاطا وعمل الطاطا ووزارة الطاقة والمعادن ومواكبات جمعية لغاتهم المواطنة هذا المركز جاء من اجل التحسيس والتوعية وتكوين والتواصل والمواكبات الشباب في مجال انها جاءت طاقية والطاقة تمت جديدها كما انها البناية جاءت من اجل التحسيس في حد ذاتها ان البناية مكونة بنية من المواد المحلية اللي كتلائم المنطقة من حيث ان الطاطا تعد في الصيف ترتفح درجة الحرارة وبالنسبة لها البناية البناية المستدامة كتكيف مع المناخ طاطا اللي هو جاف وحار كما تعرفوا ان الطاطا اللي كي يبني بالبيطون بحالي لكي يبني إلى ساكن في الثلاجة في الشتاء وفي الصيف بحالي إلى ساكن هذا المركز كي يحسس الساكنة انها تبني بالمواد المحلية من اجل الراحة الحرارية اللي كتتمتاز بها البناية وكذلك ان المركز جاف من اجل تحسيس في مجال الفلاحة المستدامة او الفلاحة المعاشية لان كان عندنا فضاء خاص في هذا المركز كان نقدمو الناس ان مساحة صغيرة ارجعوا اللي كتتمتاز به الواحة ان الواحة فيها متر مكعب الزراعة تعتمد على المتر المكعب ماشي على المساحة الكبيرة باش نحيوا هادواحة نغرصوا في الأجيال الجاية انها من مساحة بسيطة او لمساحة صغيرة اننا يمكن نوصلوا للناس انهم يزرعوا اللي يأكلوا وكذلك ان المركز جاء من اجل اننا نحسوا الناس من اجل من اجل يقتصدوا في الطاقة الكهرباء والطاقة للغاز كيف يستعملوا في المطبخ وكذلك يستعملوا في التلاجة ومجموعة من الكوجيست اللي يمكن الانسان باش يديرهم ويقتصدوا في الطاقة وكذلك نعرفهم على الطاقات المتجدية اللي كينا باش يستعملوا فيها باش يقتصدوا في الطاقة لان الطاقة المملكة المغربية تجهة الاقتصاد الطاقي وفي الاستراتيجية الوطنية لوضح عزيزة الملك ونصر الله في فضل ايطا